وبرده استكمالاً لكلامنا مع كل حضراتكم عن التفرة الرياضية الموجودة حالياً في مصر وإزاي إن توجيهات القيادة السياسية بقت في الحياة بتترجم لأفعال على أرض الواقع تعالوا نروح على جهاز مدينة أسوان الجديدة اللي قرر يعمل حاجة مختلفة جداً والجميلة جداً الحياة للترويج للمدينة جهاز المدينة بالتعاون مع كلية التربية الرياضية ونادي التجديف بأسوان نظموا مرة رياضي للتجديف والمراكب الشرعية في مجرى النيل المقابل للمدينة الحدث الرياضي ده بيأتي بالتزامن مع أعمال تنفيذ الشريط النهري وكمان كورنيش مدينة أسوان الجديدة اللي حيدم حديقة على كورنيش النيل بطول أربعة كيلو متر حيكون فيها مجموعة كبيرة من البزارات السياحية وكمان مصرح روماني ومنطقة للمرينة وبالمناسبة المصرح الروماني اللي جاري تنفيذه على مساحة خمس أفدنة حيتسع لنحو 3000 شخص فعلا واحدة من المدن التنموية والمشروعات القومية اللي بنفخر كلنا بوجودها في بلدنا وشيء راقي جدا أن احنا نشوف أن فيه يعني تكامل كده بين حتى وزارات الدولة المختلفة وإجهاتها المختلفة عشان يبقى فيه تدعيم للرياضة في مصر وللسياحة في مصر ولتغيير المفهومات أو المفاهيم الاجتماعية المغلوطة أنه وعدم الأمور شيء محترم جدا للحقيقة